أشترك الأخ الكريم أبو سالم عن صلاة من صلى ثنتي عشرة ركعة بنا الله له بيتا في الجنة هل يدخل فيها سنة الفجر وغيرها؟ نعم الظاهر والله أعلم أن حديث أمي حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم من صلى ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنا الله له بيتا في الجنة أنها تشمل السنن الرواتب وتشمل السنن التطوعات وهذا هو ظاهر مذهب مالك وهو ظاهر مذهب أحمد وهو ظاهر مذهب الشافعي فإن معروفة والمنصوصة عن أحمد في المذهب أن السنن الرواتب عشرة والمعروف عن الشافع أن السنن الرواتب عشرة ومالك رحمه الله صح عنه أنه أرسل إلى هارون الرشيد أن يتطوع لله ما شاء من ليل أو نهار ليحصل على ثنتي عشرة ركعة وأخبر بهذا الحديث فدل ذلك على أن سنن الرواتب تدخل في هذا الحديث من باب أولى لكنها لا يلزم فلو أن إنسانا تطوع التطوعات من الليل ولم يصل السنن الرواتب فهو داخل في هذا الحديث وأما ما جاء في رواية بإسحاق السبيعي في رواية أنه أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها فإنها المشهور عنه أنه قال وركعتين قبل العصر ومن المعلوم أن العصر ليس من السنن الرواتب فالذي يظهر والله علم أن هذه الزيادة منكرة فإن أكثر الرواة رووه عن أم حبيبة من غير ذكر التفصيل ولهذا مسلم لم يروي هذا التفصيل وإنما رواه الترمذي وقد اختلف عليه فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى أن من أوائل من ذكر أن سنن الرواتب داخل في هذا الحديث فقط هو أبو العباس بن تيمية وغاب لهم من بعض السلف والمعروف عن الأئمة رحمهم الله أنهم يرون أن حديث أم حبيبة وإن دخلت السنن الرواتب من باب أولى لكنها لا تشمل السنن الرواتب فقط بل تشمل السنن المطلقة من ضحى وصلاة ليل وغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطوع لله تنتهي عسرك في اليوم والليلة فدل ذلك على عموم ذلك والله أعلم وفضل الله عام لا يسوغ لأحد يقيده إلا بدليل والله أعلم بارك الله فيكم وحسنا إليكم